كل مكان مرحبا بكم ضيفي في هذا المساء كان من المفترض أن أصطرفه للحديث عن احتلاله المرتبة الأولى في كل الاستبيانات المتعلقة بأهم الشخصيات السياسية في عام 2014 أو حتى للحديث عن حزبه الذي قدم ملفه قبل فترة ولكن لم يعتمد بشكل رسمي أو ربما حتى خبر وقوفه أمام القضاء وتأجيل القضية بسبب التجمهر غير القانوني ولكن ربما بسبب هذه الأحداث وواقعة الاعتداء على مقر مجلة شارلي إبدو في باريس سوف يكون لهذا الموضوع حيث كبير من حديثنا ضيفي لهذا المساء هو السيد رشيد نجاز رئيس حزب حركة الشباب والتغيير قيد التأسيس مرحبا بك سيد نجاز سلام عليكم أزل فلوان وعليك السلام يعطيك الصحة لتلبية الدعوة كما قلت كانت بزاف أحداث صروا في الأيام اللي فاتت ولكن ربما الحدث هو أنتع مجلة شارلي إبدو أنت كيف تلقيت الخبر؟ كيف شفت هذا الحدث؟ يامس كنت هنا في قناة شروق وشت في التليفزيو باللي صر هذا المشكل كبير في باريز سمعت باللي كتلو عشرة صحافة والزوج شرطة في جاريدا شعلي إبدو أنا انخلعت أنا قلت شي سبينت من المسلمين هما اللي دلوا هذك الضربة ولا غالب مالغزما سمعت باللي مسلمين جزائريين هما اللي دلوا هذي الضربة وهذه مشكل كبير نقطة كحلة بالنسبة لمستقبل المسلمين في فرنسا لأن الفرنسيين وفرنسا راي خايفة بالإسلام وتخاف بالجزائريين ومع الضربة تاع شعلي إبدو نضد باللي المشكلة المسلمين في فرنسا والاكبار في هذو الأسبوع والسنوات اللي رمجهين شكولي رح يستفيد من هذي الحديثة السيدة رشيد؟ نقول باللي الحزب تاع مادام مارين لوبين الفرنسيونال هو اللي يتسفيد من هذي الضربة هذي والانتخابات الرئاسية في فرنسا في 2017 نضد ونضد وشيسبر كو سبا باريزي بللي مارين لوبين هي اللي تربح لأن هذي مارين لوبين الفروناشونال يطلع كدو المشاكل كالضربات الإرهاب مع الضربات تاع شعلي إبدو وفرانسو أولاند الرئيس تاع فرنسا رحبت بزاف في هذو الياب ونيكولاس ساركوزي اللي كان الرئيس سباق تاع فرنسا ما راش ما عندوش يعني الأمن تاع الفرنسيين نظرت بلي من هك عامين عامين ونصف مشاكل يكونوا كبار بنسبة المسلمين والجزائري في فرنسا مع أنت اليمين المتطرف بزعامة ماري لوبين روحي كل مستفيدة رقم واحد من هذه العملية في شعلي إبدو نسمعوا كين هدرا يعني بزاف يقولوا باللي هذه مجلة أساءت للإسلام أساءت للرسول عليه الصلاة والسلام وهذه ما هي إلا نتيجة ما هيش مقدمة العملية هذه راهي نتيجة للسياسة اللي كانت تعتمدها هذه المجلة تسبب حرية التعبير واش تعلقك؟ شعلي يبدو في فرنسا يبغي يعني دين مشاكل بالنسبة الدين الإسلامي بصممش دين الإسلامي دين تاليهود دين المسيحيين ويعني دين البروفوكاشن ولكن هذه مبكري ديرها وعرب لي لاليباحتة الإكسبريسيون واليباحتة لابرسة سيساكري في كل ديمقراطية لازم يقدر يقول ويكتب ويكتب ويبغي هذه الديمقراطية ولكن كسرة الضربات على الكاركات يعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين ما عجبهمش الحال وعندهم الحق لماذا شعلي يبدو يضحك على الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن في فرنسا عندهم قانون تحهم لازم يتبقوا القانون تحهم لأنهم كذب رباغين بالي شعلي يبدو يضحك على الرسول عليه الصلاة والسلام حنا يا صح يعني ما منقبلوش ولكن في بلدهم يدروا وشي بغو هذه الضربات سرات في 2012 ونايا لـ 21 سبتمبر في سبتمبر 2012 كي شعلي يبدو كان عندهم مشاكل مالية يعني الدفكولتي فنانسية روحت لهم وقالت لهم لكم بغير نشرب لعنكم 51 فالبيئة الجاردة تحكم الاسرون والساكسون والا كونتروا 350 ميل أورو 950 ألف أورو ما عجبو ما بغوش قالوا كي ذا نطيع تلقت مع ديريكتور بيبليكاسيون نعم شعب هذا اللي قوتيل بالأمس قالوا شكرا على الـ пропوزيشون تحك ولكن بالقادروش نقبلوها قالوا ما لاش راني يعني إنسان ريس بكتار كيفاش برر لك علاش قال لك ما نقدرش نقبلوها لأنك مسلم بلك هذا والمشكل بنسبة ليهم كيفا واحد مسلمي يعني واحد إنسان مسلم يبغي يشري شعلي يبدو والعالم كاملة عرض بلي هذه شعلي يبدو يعني يضحك على الرسول عليه السلام أنا قلتوا هذي ما ما فيها ولو هذي يسموها الحرية أي جو غيسبكت يعني الحرية تكم بكاش مشكل بالنسبة لهذا السؤال ولكن ما قابلوش يعني تتم طيحة بلي جزيري مسلم هو يبغي يشري يعني هذيك الجري دا سي راشيد أنت كانت نية تاعك في 2012 عندما ذهبت إلى مجلة شعلي يبدو بتشري الأسهم التاحة كانت نية تاعك تغير في الخط اللي افتتاحي التاحة أنا أعرف كي يشري يعني حتى هما عادي جدا أنه يقول لك ما نقبلوش واحد يحان واحد مسلم أو جزائري ولكن مسألش نفسك بلي واحد وخمسين بالمئة ومجلة كانت تسائل الرسول بلك كانت تغير تقول لك مشكلة واحد كي يشري واحد وخمسين بالمئة تاعجيري كلمتو لزامي صمتوها عيطان يعني أنا دايا جميزي شور لوتو سنسور أنا قتل لبدير واشتبو ولكن حدود حدود أي حاجة في حدود حرية في حدود الأم في الحدود ديمقراطية في حدود ولكن وغيس بيكتوري لليبارتي ديكسكشون دايا إن شاء الله سبدا الجاية إن شاء الله جوفي رفاع المم بروبوزيشون نقول لهم أيضا باللي الأسبوع الجاية تقوم بنفس العرض لشراء واحد وخمسين بالمئة واحد وخمسين بالمئة من نهاية ما يعني يبدو؟ بعد أن بين العالم كامل المسلمين بشي هم اللي يقتلون بصدرهم هل أنزادهم موحالي قبل تلتمية وخمسين ألف أورو؟ نزادهم بكاش ماشكال ما نقدروش نحن المسلمين نخلو العالم كامل يقول بليمسلمين هم اللي يقتلوا في الإنسان ما نقدروش نخلو هذه المرحلة كمعكاك ما نقدروش نخلو كانت عندك مشاكل شخصية مع شعالي يبدو لأنك طبعا معروف في فرنسا بأنك كمسلم من أصل جزائري الآن أنت جزائري ككل لأنه ما عندكش علاقة مع فرنسا من حيث الوثائق وكنت تدفع الغرامات المفروضة على المنقبات ونحن نعرف بليه هذه المجلة كانت تنتقد كل ما هو إسلامي سواء النقاب أو اللحية أو القميص كانت عندك مشاكل شخصية معهم؟ مع شعالي يبدو لا ما كانش هدي مشكل معهم ولكن ليس يكون دمارك نريد أن نخلص هذه المخالفات بالنقاب نازل؟ للآن وسبوع الجيل إن شاء الله نكون في باريس وفي دوي بلد تعني كوراساك وذلك نخلص أيضا عرامات بالنسبة لنقاب عدنا في الأخبار من شعفي لقريت أنه نائبة فرنسية عن الاتحاد من أجل حركة شعبية راهي هاجمت رشيد نكاز بسبب الغرامات نائبة فاليري بيكريس وقالت بأنه يجب أن تجن ثلاث سنوات وتدفع غرامة مئة ألف أورو بسبب عرقلتك لقانون منع ارتداء النقاب هذا قانون نقاب ديكولاساكوذي هو اللي يديرو في 2011 وانا قلت لهم كل سياسيين في رنسان قلت لهم لو كانت تفوتوا هذا القانون سيبوا لي قدامكم ما أمنوا ليش حسبوا لي كنت منهضركوا ميدياتيك لا منهضرش كيف تبقوا هذا القانون أنا لو كنت قدامه لاتخيزوري وخلصت العرامات وخلصت قريبا تسعين ألف غرامات دب في 2011 ما أجمومش الحال؟ كيف عن كلفتك مديا؟ تقريبا بيتين ألف أورو ولكن بدأت أن السندوق تعمل مليون أورو بنخلص هذه المخالفات بالنسبة للمناقبات وهما ما أجمومش الحال؟ وحدك سي راشيد نكاس ما كانش ولا واحد نقوله رجل أعمال عربي ولا مسلم قال تصل بك قال باللي نعاونك في مسألة الغرامات ستة وخمسة دولة مسلمة حتى واحد ما جاش لي وقدين نعاونك بتخلص هذه المخالفات علش؟ أم خايفين باللي فرنسا تزعف عليهم تزعف على الدولة تعال السعودي ولا كاتر ولا كويت تقولهم أكم دخلوا في المجلس السياسي الداخليات على فرنسا رمخ خايفين بصاح أنا يا كنت في فرنسي لذلك الوقت وأنا ما أخافش على أن أخاف الجزائر تقول لي رد بالك لو كانت خلصت هذه المخالفات لا ما تكونش جيش فيز أنا أبدو بخلصي أنا رجل مبادئي وكيد نبدأ حاجة حتى نكملها وأنا قلت لهم كيف بدلو هذا القادم؟ وأنا نحبس؟ أنا ما بغاوش شي بدلوه سمعت باللي هذي الوزيرة تعال التربية تعال فراسات أنا كراسو سأخوزي ما عجباش هالحاء قالت هذا لازم نحبسوه هذا نقص رشيد نحبسوه وبغاوش تدفوت هذا القانون يعني سبيشال مولية يعني باوش نحبس الخلصات هذو الغرامات أنا قلت لها ديري واش تبغي؟ وجيت لها في ذيخ سعي وخلصت مخالفة قدامها متأثروك راني عندك؟ وش تهديدك بالسجنة ثلاث سنوات؟ شوش باللي هادا تطور خطير ضدك في فرنسا؟ شوف صرتو الآن بعد ما تخليت على الجنسية الفرنسية؟ رسول عليه الصلاة والسلام كي بدأ يعني الإسلام في مكة عجبوه شو الحال باللي وحد يقول بلي أنا الرسول احتهرب المدينة لازم واحد ما يخافش وحد لي عنده مبادئ لازم ما يخافش بالقانون بتاع الدولة هي بروحة ما تتبقش الحقوق الإنسان هلاش؟ هلاش شارلي أبدو يقدر يقول ويكتب واش يبغي؟ ويعني المرأة اللي تبغي تلبس اللي قابة ما يقابلوا لهاج؟ أنا ما نبغيش هذا السيساب دع دو بوا دمجور الحرية لازم تكون في كل مجالات وشي في الهدرة وفي الرسمة الآن بعد حادثة الاعتداء على مقر شارلي إبدوش تتوقع بالنسبة للجزائريين والمسلمين تحديدا بعد ما عرفنا باللي حسب التحقيقات الأولية باللي تورطوا فيها الجزائريين الأول ما يجب أن يقابلوا هذا التاريخ لازم المسلمين لا يقابلوش باللي واحد راجل والمسلم يقتل إنسان لي موش مسلم هذا ما يجب أن تقابلوهاج يجب أن تفهم لتش هذا ما فيهاج كأشك إلى دمجور شوز لازم المسلمين يبقوا على حقوق التحهم في فرنسا أظن أن تشوفوا من 2005 فرنسا بدأت تصعب يعني الحياة المسلمين في فرنسا بالنسبة للحجاب بالنسبة لللقاء بالنسبة المسجد كان مشاكل كان مشاكل بين الدولة الفرنسية والشعب المسلمين وشعب الجزائري يفوتات كأكزامبلايا لازم الجزائري والمسلمين في فرنسا يبينوا باللي يتبقوا القانون ويجيبوا الفايدة صرتوا مع ارتفاع الإسلاموفوبيا الآن في فرنسا راه كبيرة راه في أليمانيا راه في سويسرا راه في بلجيكا واحد المرة اللي يتلبس اللقاب يعطوها مخالفات تحت الـ 125 أورو ولكن كان فاني سمعيين متع الحبس مشكلة راه كبيرة ولكن مره هم مش النظمين نروحهم لا يتبقوا المسلمين في أوروب يجب أن يتعلموا يخدموا في رحبة ويعطوها صورة بلحة الإسلام والمسلمين طيب الآن فهمنا الآن شاء اللي يبدو الحادثة نتوجه إليك رشيد نكاز نشاطاتك الجوارية والسياسية في المدة الأخيرة أو في الفيسبوك اليوم كتبت بأنه كنت من المفترض أن تقف أمام العدالة يوم 4 جنفي في سطيف ولكن طلبت من المحامي أن يؤجل هذه القضية أنا سمعت بواحد يأجل القضية لأنه مريض يأجل القضية لأنه مسافر ولكن يأجل القضية لأنه عيد ميلاده والناس شوية شفت باللي هذا فيه إهانة للعدالة الجزائرية تحديدا عندما تقول بأنه عيد ميلادك هذه الجمعة 9 جنفي ورح تحتفل به شعبيا من غدا في بيل كور في الجزائر العاصمة على الساعة الثانية والنصف يعني كيف أشترد على الناس اللي قالوا أنك تعاملت مع الوقوف أمام العدالة باستهزاء العدالة كيف تردني في نهار 4 جنفي لماذا؟ كيف أخوت؟ كيف أكتلت؟ كنت نبشي في بلادي يعني وهل يمشي في بلاده مشي من نوع بدنا هذه المسيرة الستمية من مدينة خنشلة أول نوفمبر حتى العاصمة زير العاصمة 28 نوفمبر حبسنا 4 خطرات خطرة الأولى في بني ورتيلال في ولات السطيف خطرة الزوجة في مدينة صدوق في ولات بجاية ومن بعد خطرتين في الجزيرة العاصمة لأنها كنت ماشي كنت نمشي في بلادي بعد جمعه كنا خمسة ستة سبعة إنه هو المشكلة ما كانش مشكلة أنا عندي مباك حبسك تعامل تعال الأمن كان عادي معك ولا كان فيه شوية تجاوزات عندي 18 شهر ونا في الجزيرة دائماً الأمن كان معايا كي زورنا 48 ولاية ما صرحت مشكلة ولكن الحالة بدأت تبدل ما اللي بديناها للمسيرة السلمية من المدينة الخنشلا في الأول نوفمبر والأمن ما زال كان معنا دائماً معنا والحمد لله أنا بيننا بالنسبة هذا المسيرة بلي كان الأمن في الجزيرة كنا نمشوه في النهار وفي الليل كنا ندركده في القاتود مرة كناش ندركده في الفندوق على كي ساتة ضربتها بلي وارتيلان أنا أقول لما لا تحبسون ماذا بنحتها حاجة خاطئة هنا أنا أريد كي نبدأ حاجة لازم نكملها هذه المسيرة بقتلي كيلو مات ونص بنكملها حتى المركزي تكملوا غدوة في العاصمة إن شاء الله كيلو مات ونص وصاقسيت الموحبية لازم يطلب من القاضيات بلي وارتيلان إنه كانوا أخروا هذا الموعيد مع المحكامة القضية القضية مع المحكامات سمح لي من بعد 9 شهر جنفير وقالت صحة بكاش مشكلة وإن شاء الله الأوز جنفير للعاشرة أصبح ونكون في المحكامات تعملي وارتيلان الساعة العاشرة إن شاء الله والتهمة داري لك تهمت التجمهر غير القانوني بالنسبة لتعامل الأمن كان بزاف ناس يقولوا بلي الأمن كان متسامح معك لدرجة كبيرة تعرف إحنا في تزاير اللي يهوت برة ولا يتمشى لا لا ثانيا لماذا ربطتها بأمر شخصي وهو عيد ميلادك لأنه رشيد نكاز من المفروض أن رك تخمم في مشروع دولة مشروع مجتمع ما هو مشروع شخصي عندما تربط نهاية هذه المسيرة بتاريخ عيد ميلادك كان بزاف ناس قالوا ها رانا قلنا لكم بلي سيد كان يحوس على الشوغ كان يحوس على أنه يبين روحه برك هذا ممكن سياسة ما تندرش في الدار أنا نسكن في الدوار في مدينة عين ميلاد في ولي تشلف سياسة لازم نبينوها قدام الشعب الجزيري كامل أنا سياسة تعيش شفافية سلا تخوص بغانس أنا كي بناء ذا المسيرة هذه المسيرة نديرها الروحي نبشي 675 كرمات على مصد ما ندير ولا كذا ما عندش درها ما نقبض الكار ولا نقبض التاكسي ولا نقبض الطيارة الحمد لله الحمد لله ولكن لازم يكون المستقبل الجزيري والشباب الجزيري هكو معارفين بلي عندنا الرئيس ما راش يبان ما راش يهدر ما راش يزور قاع الولايات ما راش يزور قاع العالم هل الشعب الجزيري ما يستهلش الرئيس جديد وجون ما يسهلش ولا كذا هذه المسيرة رانا بغيين الهدف تحا رانا بغيين تغيير سلمي في الجزيرة رانا بغيين انتخابات مستبقى في الجزيرة في 2015 كل السلطة ما بغوش يفهمه لازم نبينه السلطة بلي كان الشباب وكان الأمال أنا نبغي نبين الشعب الجزيري بلي كان الأمال وكان المستقبل وهذه المسيرة بدينها من مدينة خنشلحتان زير عاصمة وإن شاء الله لو كان السلطة ما بغوش يفهمه نزيدوا فهذه إن شاء الله مسيرة جديدة عندك مسيرة ثانية في البرنامج إن شاء الله في مهار بمدينة تلمسان بدينها بالشرق تلمسان حتى زير عاصمة 21 مارس 10 أفريد إن شاء الله ودائما بالطريقة سلبية المسيرة كنت تقوم بها مع بعض الأشخاص طبعا من المحيطين بك الاحتفال تغدوها دعيت في الموقع انتعك على الفيسبوك جميع الشباب اللي أمنوا بمشروع راشد نكاز بش يحتفلوا معك بعيد ميلاد على مستوى الشارع يعني دي ترخيص أنا من شعف اللي يمدوا ترخيص بش واحد يحتفل بلانيفرسار تعفر الشارع ما وحد يمشي لازم يصقصي لدولة تاك 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 أنا بغيت نمشي في بلدي؟ لا واحد يبغي يدير فيشتا كما يقولوا في دوارتانا مع الشباب هلاش؟ أنا أقول لهم بش أن دير فيشتا سينقاز تخدم تدير سياسة؟ سياسة بشي فيشتا ولا كذا؟ نهار يجبنا استقلال سنة جوية 62 و 60 بدرنا شو عرس؟ درنا عرس سياسة هي عرس وهذا الملتاني إن شاء الله لازم يكون العرس في الجزائر هلاش؟ ممدوع ولا كذا؟ هلاش الدولة تخاف؟ الوقت الإرهاب الحمد لله فات عشر ياسودة فاتت الحمد لله ما تور لا يرحمون مئتين ألف جزائريين الحمد لله الحمد لله لازم نحمده ربي ولازم نبدو مستقبل ولازم نخوفوش الشعب الجزائري هلاش؟ هل دولة تخوفوا لنا؟ رشيد نكاس شكل يتخوفهم انتايا في الجزائر في السلطة؟ من الذين تخيفهم انتا؟ ولاش كل يركض ديرانجية هم بهذه المسيرات؟ في عام الناس ما ديرانجية حتى واحد نصح كما بديت هذه المسيرة نظرنا باللي كأنه واحد ولا زوج رمخ خايفين ما شعب على رمخ خايفين ما ديرانجيتش بعض الناس اللي داروا لك مسرحية أو الحادثة الاستمارات الاختفاء الاستمارات اللي بنوا من بعد في عظم الذك هل هؤلاء هما نفسهم الأشخاص اللي تسبوا في اختفاء الاستمارات انتعك هما نفسهم اللي راهم يمنعوك الان باش تمشي في الجزائر؟ نحلوا وشا قالوا؟ قالوا باللي ندرت السيناريو باللي خطفتهم وديتهم ويعني هذا را يلعب لي كما جامس بون الحمد لله عظم الذك مع قناة جزيرية شافوهم في ولاد العليك في ولاد بلدة يعني بينهم باللي مش انها لديت الضربة هذي والشعب الجزيري فاق والشباب الجزيري فاق الحمد لله لو كان كان مشكل في هذك الضربة كم مراني شاناك وانتقبط طيرا وهربت صح ولا الله؟ صح هما انخلعوا قالوا كيف هذا درنا لو ضربة كيما هاك وما زار را يمشي في بلدنا انا قلت لهم الله من زعزع من بلادي نقعد في بلادي بلادي شو هذا الله يرحمهم وهم بلادي جدودي ونقعد هنا ونخدم مع الشباب الجزيري ومع الشعب الجزيري بها يكون ديموقراطية قوية في الجزائر وبها نبدو مستقبل ان شاء الله وراني هنا وهذي درنا مسيرة اللولة ما نخلش لجزير عاصمة نزيدوا غضاء اخرى ان شاء الله مثل مساد العاصمة ان شاء الله ولو كان ما تفات فهذي تزيدوا مسيرة ثلثة من مدينة غضاء الى نزير عاصمة لازم واحد يبكى على الحق الحقوق تعوه وره بغي يعني يبني مستقبل في الجزائر لازم ما يخافش لا ما يخاف لا من الدولة لا ما يخاف بالشعب بس طعا لازم واحد يمشي بالطريقة السلمية ما رانيش هنا لا بهندر فوضى لا بهندر فطنة شكول الدولة شكول السلطة رشيد نكاز شكول يرى ويحكم في الجزائر نظن باللي لا يحكم في الجزائر الجيش والأمن بانه ما روش يحكم في البلاد حكم البلاد خمس عشر سنة الله يكثر خيره الان بعد ما انتخبه يا اخيه هو راه ويحكم البلاد لا ما راش يحكم المسكين راه مريض الله غالب علي الله يشافي راه مريض اللي عالم كاميرا عارف والشعب الجزائري كاميرا عارف الوليدة تعي عنده ثمانية وسبعين سنة لا يبارك في كاميرا ما قراش مراحش بمدرسة صحية بروحها بتقول اللي ما يخلوش يريح خلي دو يروحوا بلا كاميرا بلا والو ولكن الانتوغاش تعوه مراش باغي يخليه يريح وانا عندي رسالة ليهم خلو الرئيس عبدالزيز بودفلقة يريح ويداو يروحوا ويخلو جزائر دبلي كتاب جديد مع الشامة بتاحه ومع الشام بتاحه هل هي الرسالتان لازم ديرو كيمة تونس فحكنا على تونس حكنا عليها شوفوش تذير درو انتخابات رياسية درو رئيس عنده ثمانية سبعة وثمانية سنة كبير على بودفلقة ما عليش يمشي ويهدر ما عليش انا هو واحد يمشي ويهدر ما عليش مشكل معه ولكن الشعب هو اللي فوط على هذا الرئيس فوط عليه ما عندي يحتم مشكل معه ولكن اليوم راه مريض وراه يبينه راه فاضحة العالم راه يشوف والجزيرة ما يضحكوا عليها وانا ما نقبلش والشعب الجزيري ما يقبلش بلي يضحكوا على الجزيرة ويضحكوا على رئيس ده ومتاز في المسيرة كانت بزاف صور كانت في الفيسبوك وانت متواجد بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا بعض الصور حتى نعلق عليها سيد رشيد نكاز نشوفوا مع بعض عندي في الصورة هنا في الخلفية مع الصورة الأولى مع الزملاء لما شفت هذه الصورة مثلا سيد رشيد نكاز يعني بفور وأفتر رشيد نكاز شباب لبس عليه رجل أعمال في فرنسا ورشيد نكاز يمشي في الشارع بهذا الشكل يعني هذه الصورة ما خلتك كيف علقت عليها انت لما شفتها هذه بلدنا ماتوا عليها مليون دونس شوهده الله يرحمهم لما ننذر بلدنا وما ماتوا ولا يرحمهم أنا الحمد لله أرني حي كما انتهي بصع ما نش باغي بللي هذو شوهده اللي يشوفوا فينا يشوفوا بللي الشعب بتاعنا رمية اليوم لازموا عدي التعب على بلدهم قلتها للناس هذي في كل ولاية كنت فيها قلتها للناس وش هي المشاكل تاع الناس انا ما ظنيتش سي رشيدك كازلي لاننا احنا تانيا لاننا نخرجوا للشارع ونعرفوا الناس الحمد لله كما تقول لهم المشاكل ما يقول لك شو بودفليق راي يحكم ولا لون تراجتاع راي يحكم ولا يقول لك عندي مشكلة انا يا مع وليدي في الدراسة عندي مشكلة البططة ما بغتش تطح البرينتاح عندي مشكلة حتى البيترول ما مش يخمو عليه لانه بعيد عليهم بلك مستفادوش من البيترول كي كان طالع عندي وليدي خرج من الجامعة وما زال ما قاش الخدمة ووليد المعرفة داها وانت اليوم حطيت في الفيسبوك واحد خباز عنده ماستر في العلوم السياسية وقلت كيفاش هذا قرأ وما قاش بلاستو في البلد هذي يعني المشاكل تاع الجزائرين ما هيش بودفليقة ولا رئيس الجمهورية انا قلت لك مشكلة مع رئيس بودفليقة ما قلت لش هك اسكو قلت لك قلت لك باللي عنا مشكل مع رئيس لما تقول يروح يريح مع انتو كأنه كي روح بودفليقة يريح المشاكل تنتهي لا لا الشعب جزائري راعارب اللي إنهم مشاكل التوح مشاكل السكنة مشاكل الخدمة مشاكل الفلحة من هذا شقال الفلحة المشكلة تالفلحة كيف بلد فلحية ونجي وندش لكل شيء من الخارج ولكن شعب جزائري وشباب جزائري راعفايق راعارب اللي عنده مشاكل بصال راعارب اللي بيترو كيراي هبط مشكل كبير باللزمة الاقتصاد الجزائري رع عرف باللي العدلة من كاش في الجزائر رع عرف باللي واحد كي مريده ويروحو يروحو المستشفى ما يقوليش يعيش وليموت في المستشفى لأنه معناش لموين في الجزائر وقع طوباء قع هربو راح وقع الفرنسا بسكو السيستام رع عودش لازم نبلو دولات القانون يفوق عندي تاد ودغوعونا الجغي هذا والهدف تايني لان ما رايش نقول باللي عندي مشكل مع وحد ولا وحدة المشكل تاد دولة القانون لازم نبلو دولات القانون وكي نبلو دولات القانون يعني نقدرو يعني نديرو اقتصاد قاوي في الجزائر كيفا؟ 52 يصنع بلي جبنا استقلال وما زلنا التهتلين على البيترول وغاز بنزمة 98% كيفا؟ فهموني شعب جزائري ورع باغي يشوف على البطاطا كانت عشر الاف ولا تدرويك خمس الاف بسا رع باغي فادي يبني المستقبل الشباب تاورة باغي بللي وولاده يكون عندهم الخنق يخرجوا من الجامعة بسا اليوم هذو اللي يخرجوا من الجامعة كي يخرجوا منها عندهمش الخنمة علاش لان الدولة ما بناتش اقتصاد قاوي كيما دوباي كيما سانكبور والاستثمار قامكاش في مجال السياحي والمجال صناعي لازم وراكم عارفين بللي انها كنت في الخارج كان بزاف صحابي رنبغين يدروا استثمار هنا في الجزائر ولكن الدولات دلهم مشاكل وان شاء الله لو كان نبحو انتخابات بالك ان شاء الله في 2015 هذو قاعدوا هنا وقاعدوا حاكا كنت خدموا الشباب الجزائري كان بزاف صحابة رجال اعمال ومستثمرين يحبوا يستثمروا في الجزائر وانت تنصحهم بانه ما يستثمروش هكا فهمت لانه كان مشاكل فساد وبيروقراطية وغيرها حتى انت ما تستثمرش في الجزائر انا عندي كلمة واحدة بركة كيفا انا اعطيك مثال اخويا بنا واحدة دارة في ولاية شلف مدينة يسموها المرسا امدها وفي هذك الجهة اللي تغال ما يعطوش اللي بعبيد كونسطوريا كما الناس بنا واش دارو له في خمس عشر اليوم هدو له ضارو بلا لاغيتي تاعد تاعد دايرة والو حاكا كحقرة هذا بيثرنا نطيه لكم بتاعد صغير يبين مكاش دولة قانون لو كان انا يا بدي استثمرها هنا في الجزائر عشا يديروا لي ولا لا يقولوا لي لو كما تحبش هذو المسيرة تاعك وسياسة تاعك نحبس لك لزين تاعك ونخرج لك نخرج لك اللي يخدموا عندك ما عنيش باغي ندي الاستثمار وكل يوم نخاف على روحي نقول لازم نسكت بس كله كان نهضر يحبسوا لي لزين تاعي ومبعد الشعب يقول لي شوف شوف من اللي جيت عنا مشاكل معك لا أنا كاس تعشو كاس كاس ما نديروش هنا في الجزائر حتى نديرو دولة القانون وكين تكون ان شاء الله دولة القانون هذك النهار نديرو استثمار في بلدنا وقع سحاب اللي نعرفهم في العالم يديرو استثمار هنال في الجزائر ومتس وهذك النهار ان شاء الله هذك النهار ان شاء الله بيترو القاز بنتكلوش عليه يجي يعني البودوس بودوس بشي بتكلو عليه وكينه بط لازم ديرو استثمار في الفلاحة مجال فلاحي هذا هو المستقبل لجزائر كان بزيف أسئلة نختصره الآن لأنه الوقت سي راشيد من فضلك مثلا أهل ديما تهم يهضروا على تغيير حكومي بزيف وزارات رحية تبدلو كان بزيف ناس قالوا بلك يعرضوا عليك منصب وزير في الحكومة هل تقبل أنت مثل هذا المنصب؟ ما نقبلش نقولها لك في عيني قدام الشعب الجزيري ما نقبلش الهدف تعنا اليوم لازم يكون انتخابات مسابقة أنت في الموقع تدعو إلى توقيع عريضة من أجل المطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة في 2015 لازم لأنه ما عناش الرئيس اليوم راح يبينه راح يبينه تهضر معه السياسي ولما الشعب والذرالية المدرسة يقول لك باللي ما عناش الرئيس اليوم وما نقبلش باللي يعني يصوره الرئيس تعنا يقدم الوزير خارجي ولا رئيس خارجي حلاش الشعب تعنا شعب جزيري ما يستهلش باللي الرئيس تعنا وش رايك في اللغة اللي كان يتمسخر من نشاطك سيد عمار سعداني وقال بأنه ما زال رشيد نقاز ينقز وما زالت البلاد تصير بشكل عادي وش رايك في هذا التعليق في الحق ما قالش رشيد نقاز ما زال ينقز هو قال بالعياط يعياط ونقاز ينقز نا بالمعنى قالها بالمعنى قالها صراحة ما عنديش المقطع الان بقرانية نا شو أنا ما عنديش مشكل يعني شخصي مع السيد عمار سعداني ولكن اليوم رايي باينم باللي عنده ديار في باريس أنا جبت الدليل وقدرتوه في الانترنت وطيت هذا الدليل المحكمة فرنسية تريد أن تقاضي في فرنسا ماشي بالجزائر لأنه أملكه هادو تقول بلي في فرنسا حسي رايبينة أنا هذا الاسبيشاليتي تعيي عقار في فرنسا نعرف صورة ويعني بعد 1 و88 المواطنين جزائرين لدرنا الشكوى في العدلة في باريس وفي دير أيضا دير مصر ويرو صح في فرنسا حركة نعم الحب دول عندك أيضا زيارة الولايات المتحدة كان بزاف أمور رح ديرها بما فيها طلب من حكومة الأمريكية تسليم شاكيب خاليل نعم كيفاش العدلة الجزائرية راي عارفة بلي هذا الوزير شاكيب خاليل دا ترى بين مليار ولا الزوج ولا ثلاثة هرب الولايات المتحدة لأنه عندو باسبور مريكني حلاش الدولة الجزيرة والعدلة الجزائرية ما تطلبش بالدولة والعدلة المريكية بلي يرجعوه هنا في الجزائر ونصنطوله ونشوفه يعني أين هو المشكل بالنسبة لدرهام اللي يرحوه من الميزانية الجزائرية هلاش كيش تبلي دولة ما بغدير حتى حاشا أنا ان شاء الله عندي موعد معلو ديبارت المانتطى في واشنطن ونطلب منهم بلي شاكيب خاليل يرجعوه هنا في الجزائر وقدم الشعب الجزائري يقول شسره وشمسراش هذي يعني ديمقراطية هلاش ما نشوفوش راشيد نكاز باش النشاط التاعك يكون عنده صدى في التكتلات على المعارضة اللي راهي دورك الآن مثلا كاين بزاف مبادرة نشوفوها في الساحة السياسية كاين مبادرة على الانتقال الديمقراطي جماعة مزافرون كاين مبادرة الأففاس ولكن راشيد نكاز يفضل المسيرات في الشارع ومشنا حتى مع مبادرة لا الحمد أن تشوف أنا ذي مع الشعب مع المسيرة ولكن تلاقيت يامس مع الأستاذ السيد مقري في الجزائر العاصمة من بعد هذا البرنامج تعالى الشروق عند نروح الزيغالد إن شاء الله نتلقى مع سيد صوفيان جلالي يعني نتلقى مع الشعب السياسي الجزائري ممكن تلتحق بالتنسيقية على الانتقال الديمقراطي يفعل RCD و MSB هذا الهدف تعيي في 2015 إن شاء الله يكونوا انتخابات رياسية مسابقة هذا هو الهدف تعيي حاجة حراء من بعد إن شاء الله مع البرنامج يكونوا الانتخابات هذا هو الهدف تعينا ممكن تتحالف معهم بش يكون هذا الهدف في 2015 سؤال سهل انتخابات رياسية مسابقة انتفهموا فيها رحبا إن شاء الله لو كانوا بغيل ندلوا اجتمع ومهضروا قدام الشعب الجزائري مع كلمة واحدة هذا هو الهدف تعينا ان شاء الله أم من ولاية بجايا غدا تحتفل بعيد ميلاد 42 سنة 43 سنة 43 سنة 43 سنة كل عام وأنت بخير احتلت المرتبة الأولى في موقع الشروق أونلاين جيت في المرتبة الأولى بنسبة 53% المرتبة الثانية كانت للوزير الأول عبد الملك سلال 35% ماليش يعني ما ترحوش ديزي امتور كونجة انتخابات وكنت في المرتبة الأولى في مواقع عديدة واش تقول للناس هذو اللي راهم ينتخبوا عليك في المواقع الإلكترونية وهل يمكن اعتبار هذا مقياس ولا مؤشر على أنه رك في الطريق الصحيح الحمد لله لك بطيقة اللي رمضينها فيها يعني باللي الاستراتيجية من اللي دخلت هنا في الجزيرة عندي عام النص مراهيش خاطية وقع هذو هذو الحضرة اللي حضروها بنسبة ببالله يرحموا بنسبة كما روحت خمس خطرات الغرداية وبنسبة يعني الهادف يعني نبدو المستقبل مع الشباب الجزيري يعني استراتيجية رهي مليحة يعني الشبيب الجزيرة يعني عارفها باللي انتخابات كبلو وما زلت هنا في الجزيرة وما زلت ندور في 48 وليا ونبكي عني على الحقوق للشباب الجزيري والحمد لله وبرك الله فيهم ولكن هذي حجرة اللولة كما نقوله هذا أساس اللي قد نبدو فيه بسهل لازم نبدو هذا الدار إلى قلوق الوقت ونطلب منهم الصبر والعرق والخدمة ان شاء الله ان شاء الله حنا في الشرق ما نمدوش لزوسكار اللي يجيه في المرتبة الأولى ولكن عندي هدية دايما كون عندي ضيفك هدية خاصة عليك بمناسبة عيد ميلادك ربما نشوفها مع بعض ومع المشاهدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة